بسم الله الرحمن الرحيم من الكلمات اللي بنفهمها غلط بحكم المورسات الغلط اللي تربين عليها كلمة أولياء الله هلاها على طول أول معنى تبادر لأزهنة إن أولياء الله هم الشيوخ اللي معملوهم مأمات وأضرحة واللي على طول بيتقال عنهم أولياء الله الصالحين وكده بقى احنا حصلنا الموضوع في بضعة أشخاص الله أعلم بحالهم وده غلط طب إيه المعنى الصحة؟ أنا هسألك سعيد هو أنت مؤمن بالله؟ أيها الحمد لله أنا مؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل طيب يا سيد أنت كده من أولياء الله لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أيها أم ليه ومش بس كده هسألك سؤال كمان هو أنت بتخاف من ربنا وبتتئيه في عملك وبتطيعه إذا كان جوابك آه يبقى أنت من أولياء الله لأن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف أولياءه قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولازم تعرف معنى إن ربنا يبقى وليك يعني ربنا هو بس اللي بينصرك ويحفظك ويرعاك ويوفأك وده معنى إنك ولي الله إنك تبقى متوكل عليه وعارف إنه هو وحده اللي يقدر ينفعك أو يضرك سبحانه وتعالى وده واضح معناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس لما قال له احفظ الله هيحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وآخر حاجة أحب أقولها لك عشان تبقى من أولياء الله ويبقى ربنا سبحانه وتعالى وليك إنك تحرص دايما إنك تكون من الصالحين لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد إنه يتولى الصالحين فقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته